ادى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعا صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في مسجد قصر الاسخير كما ادى الصلاة بمعية جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السمو الأنجال الكرام وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وعدد من الحضور واستمع جلالة الملك المفدة والحضور إلى خطبة صلاة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد علي بوجندل والذي استهلها بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله وتحدث فضيلته عن المعاني السامية والعظيمة لعيد الفطر المبارك والتي تتجلى فيها قيم الأخوة والمودة والتراحم متوجها بالدعاء إلى المولى العلي القدير بأن يحفظ عاهل البلاد المفدة ويرعاه ويسدد خطاه ويوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والسعادة والعافية وطول العمر وعلى شعب البحرين الوفي بالخير والمسرات وأن يديم على وطننا العزيز أمنه وأمانه وعزه ورخاءه تحت قيادة جلالته الحكيمة وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وطاعتهم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر